أشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة العليا المنظمة لأسبوع بريف الدولي للقتال والنسخة الرابعة لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء أشهد بالنتائج الإيجابية التي حققها أبطال البحرين في اليوم الأول لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة مشيرا سموه إلى أن الانتصارات التي حققها مقاتلو البحرين في البطولة تعد دلالة واضحة على القدرات الكبيرة والتي يمتلكها المقاتلون وحرصهم الموصول على تحقيق النتائج التي تثبت مدى التطور الكبير الذي باتت تحت له رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية وأعرب سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة الذي حرص على متابعة نزالات المنتخب البحريني أعرب عن الثقة الكبيرة بأن يحقق المقاتلون المزيد من الانتصارات وصولا إلى إنجاز جديد في البطولة العالمية وقال سموه أن بقية المقاتلين قدموا مستويات متفاوتة وتمكن البعض من الفوز والبعض الآخر قدم نزالات قوية لكن الحظ لم يحالفه في الفوز وأن القدم سيكون أفضل لهم نظرا لما يتمتعون به من مستويات رائعة وقوية وحرص على تمثيل المملكة خير تمثيل وتفاعل سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع نزالات جميع اللاعبين البحرينيين وشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم وتابع كل ما يتعلق بأمور الفريق البحريني المشارك في البطولة كما حرص سموه على دعم المقاتلين معنويا بحضوره وتواجده معهم داخل الحلبة بالإضافة إلى جلوسه في ركن المدربين لتوجيههم أثناء نزال ترجمة نانسي قنقر 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 هذه البطولة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر أتشرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر